كما قال رئيس سيسي أنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تابون على أهمية التواصل لاتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وأشار رئيس سيسي على أن المباحثات تنولت قضية الأمن المائي المصري كونه جزء من الأمن القومي العربي من ناحية أخرى فقد تنولنا قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية وقد ثمن الرئيس تابون من جانبه الجهود التي تبزلها مصر للتواصل إلى اتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة كما اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة الإفريقية في زور الدور المهم الذي تطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي وموصلة جهود دعم بنيت السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا الإفريقية